بادروا إلى العمل الصالح واجتهدوا في كل ما يقربكم إليه فإن الدنيا ميدان سباق ومضمار عمل من قام فيها بحق الله سعد في دنياه وفاز في أخراه قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فوعدهم على صلاح العمل مع صدق الإيمان وعدين حياة طيبة في العاجل وجزاء بالأحسن في الآجل